مريض الكلا بصفة عامة اشتويات المقبولة انه ما يكونش نعمل كمان نسبة الزلال نحاول نحسب نسبة الزلال في البول نتأكد برضو ان كمية الزلال برضو في الاطار يعني الغير خطر البوتاسيوم بتاعه صورة الدم تحليل البول لو هو عنده سكر وطبعا السكر هو اهم اسباب القصور والفشل الكلوي وبالتالي برضو لازم نتأكد ان السكره منضبط وان هو التراكومي السكر التراكومي بتاعه برضو في الحدود الامنة دي كلها حاجات لازم تتعامل قبل الصيام الناس اللي هي بيجي لها حصوات متكررة وبيعدي كل فترة حصوة برضو بنعمله صنار نتمن ان هو مسلا ما فيش بداية تكوين حصوة صغيرة او كده لان طبعا مع الجفاف اللي ممكن يحدث اثناء الصيام ممكن الحصوة دي تكبر وتعمل مشاكل فدي مبدئيا الفحوصات الاولية وبعد كده بقى ايه كل حسب يعني كل بقى مرض ليه ممكن فحص متخصص بتاعه مريض زرع الكيلة مثلا لازم نشوف مستويات الادوية اللي بياخدها لادوية المناعة لازم بنقيس المستوى بتاعها ونتطمن انه في المستوى الامن المطلوب للفترة الزرع الحالية ونتأكد انه هو ولا عالي ولا واطي احنا عايزينه يبقى بالزبط في الرنج العلاجي المطلوب عشان برضو احنا يعني اذا زاد عن الطبيعي ده يبقى خطر ويعمل تلايف لكده المزروعة واذا قل ممكن يسبب رفض لهذا العضو اشتركوا في القناة